القطيف معاهدة دارين تعتبر أول وثيقة دبلوماسية كان أول بنودها وأبرز رسائلها اعتراف الحكومة البريطانية بأن مناطق النجد والأحساء والقطيف والجبيل تابعة للملك عبدالعزيز وهو حاكم مستقل عليها ورئيس مطلق على قبائلها ولأبنائه بالإرث من بعده بعد 12 عاما من توقيعها ألغيت معاهدة دارين بتوقيع معاهدة جدة عام 1927 المعاهدة التي اعترفت بريطانيا بموجبها بمملكة الحجازي ونجد كاملة أنا منها الأرض ماض تليد حاضر مجيد ومستقبل واعد شهدنا الحائكة الأخبارية جزيرة دارين محافظة القطيف